قد ترغم أنهار العراق التي تصب في دجلة على تحويل مسارها ولا غرابة أن يحدث هذا جهاراً نهاراً على يد إيران بعد الكشف عن مؤشرات تدل على أن الدولة الجارة تحفر أنفاقاً لتغيير مجرى المياه الملف الأكثر خطراً على حياة العراقيين بات اليوم أزمة فاعلة يعتزم العراق البحث عن حل لها بتدويل ملف المياه واللجوء إلى محكمة العدل الدولية وزير الموارد المائية مهدي الحمداني كشف تهميش إيران للإبلاغات الرسمية حول مخالفاتها وذريعة إيران التمسك باتفاقية الجزائر للوصول إلى مياه العراق وجرها أو سحبها أو تحويلها اعتداءات وصلت حد الحرب على المياه دون أي اكتراث للحال الزراعية والخدمتية والصناعية التي يرتكز عليها العراق وشعبه في استخدام حقه المشروع بمياهه الحمداني تحدث بلغة رسمية تثبت حق العراق المائي ما يرجح اللجوء إلى التدويل فعلا بعد أن تفاقمت قضية المياه التي تنذر باشتعال أزمة كبيرة لا يمكن السكوت عنها كنا نتمنى أن نصل إلى تفاهمات مع الجارة إيران نأمل من الجارة إيران أيضا أن تجلس ونتفاهم ونتفق على موضوع الحصص المائية طبقا بالمواثيق الدولية مؤخرا شدد العراق على أهمية التمسك بالحق المائي وعدم التنازل عنه كما جاء على لسان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي بعد أن وصلت في فترة الأخيرة إطلاقات المياه من إيران إلى الصفر مراقبون يرون أن ما تمارسه إيران من تجاوز على الحق المائي للعراق هو ورقة ضغطا لتحقيق أهدافها السياسية والاستراتيجية في المنطقة أزمة يتجرع تفاصيلها العراقي من عطش دائم لحل ينهي الاعتداء على حقه في المياه وحل ينهي خوفه المستمر من جفاف ينهي أمله في الحياء ترجمة نانسي قنقر